أهلاً وسهلاً في أرمندينيو كمنا منعرف الألغاز الغز وما يعرف البزل هون معنا ألف أطعام بالبزل هنشوف بدي هتاخد معنا كم يوم كم ساعة و كم يوم بس فاضي ليش فاضي لأنه جبل شوفيه قبل كم ساعة و كم يوم مشغلة شغل أول أحجية الصور المقطوعة قد صنعها قد صنعها قد صنع خرائط لندن جون في الستينات الكرن السامن عشر لماذا تسمى الألغاز الغاز؟ يقول تم إنشاء أول أهجية الصور المقطوعة بواسطة نقاش خرائط يدعى جون في عام 1762 و قام بتركيب أحد لوحاته خرائط رئيسية على خشب ثم قصها حول البلدان بعدان 1880 من أين أتت كلمة اللغز؟ نتيجة صورة التاريخ اللغز وهي كلمة متكررة من وضع فعل الذي عفى عليه الزمن تأتي كلمة بمعنى الحيرة معنى كلمة لعبة مصنعة للاختبار سؤال الآن نحن نحل ألف قطعة أو نحن نحل ألف قطعة هناك سؤال يقول أنه عن جد الآن نظبوط الخبرية الألف قطعة هي ألف قطعة يعني إذا نحن من عد القطع تطلع ألف أكثر أم أقال فأنتم ماذا تقولون؟ عن جد هي ألف قطعة أم أكثر أم ألف إذا تعرفوا أو تتخنوا، اكتبوا لنا تحت بالتأليقات أنه ماذا تتخنوا لكم ألف أم أكثر أم أقال ولكن هنا يقول أنه الألف قطعة مفروض أن تكون ألف لكن ليس لتكون ألف يقول أنه تحتوي الإغاز الصور ولمكتوع التي تقول أنها تحتوي على ألف قطعة ما يقرب من ألف قطعة ولكن ربما لا تحتوي على ألف قطعة بالضبط عادة يتم ترتيب قطع أهجية الصور ولمكتوع في شبكة لذا يجب أن يكون عادة القطع على طول الجانب مقصوم عليه من جبل. المهم ريت انا الشيء كمان انه في محتمل تكون انه الف وثمان قطع ما لازم تكون الف قطع اجزاكلي فما بعرش انتوا زي بتعرفوا خبروني. طيب سؤال تاني ما هي اكبر الغزة على الاطلاق يعني بالتاريخ البشرية يقال انه اربعين الف قطعه اربعين الف قطعه. واكدت هذه الخبرية معصولها تجنس للاركام الكياسي ان لحظات ديزني التي لا تنسى هي الاكبر احجية مصنوعة تجاريا في العالم سواء من حيث عدد القطع او الحجم الكلي. ما بعض كمان اذا هي المزبوطة خبرية ولا لا كمان اذا انتم تعرفوا خبرنا. طيب ما هي اسرع وقت لالغاز مكونة من الف قطعه. طيب مثل هدنا نحن لالف قطع. عم نقول انه ما هي اسرع الى الأوقت. رقم الكياسي هو ساعة ودقيقة تلاتين سينية. بواسطة بان كرس 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 تيتر وجو Alternاني في الولايات المتحدة في بطولة الألغاص منها من 1960 هذا كان أسرع وقت نحن حلناها من الموقع بين 6 أو 9 ساعات والذي بعد ما هي أسرع وقت كم من الوقت يجب أن نستغرقها يعني هذا الذي نحل الآن الآن تقدروا أنه الوقت الأبريج الذي نحل الآن تقريباً تسع ساعات سبع ساعات للتسعة فهنا يقول أنه يوجد احتمال من الخمس ساعات للكيتين ساعات يعني هذا الألف قطعة يوجد أحد يحل الآن بخمس ساعات أقل وكيتين ساعات ماكسب هذا سأأخذكم أعجبكم البوزل التانية في هذه البوزل في هذه الروبكس كوب في المجموعة 2000 قطعة خلط العلم كم يوم بتقوله؟ كم ساعة عام بتقوله؟ فينا نحل هايدي خلط العلم 2000 أضع شايفينه؟ تشوفوها فزل هتذكروا من الغزايا كيف نبلش فيها؟ هنكون شي طريقة تقولولي عليها لكي نكون أسرع كم ساعة كم دقيقة كم يوم تاخد معنا؟ هلأ منشوف خلط العلم فتبوا تحت بالتعليقات إذا عنكم شي نصيحة إذا عنكم شي طبولنا إياه مثل ما شفت الألف أخذت معنا كثير وقت بس كانت أول مرة هايدي لا أعرف لا أعرف لا أعرف هل الألغاز الصور المقطوعة مفيدة لعقلك؟ يعني هيدا المفيدة؟ الجواب هو الألغاز مفيدة للدماغ أظهرت الدراسات أن عمل الألغاز الصور المقطوعة يمكن أن يحسن الإدراك والتفكير البصري المكانية تطلب عملية تجميع قطع الضغاز تركيز والتحسين الزاكرة كثيرة المزل وحل المشكلات ترجمة نانسي قنقر لا تنسوا ترجمة نانسي قنقر تحت تحت في كلمة ترجمة نانسي قنقر أو محدود الفقهان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر